اشتركوا في القناة والصعود الاجتماعية والاقتصادية والبيئية نهني صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي لتولي جلالة الحكم في مملكة البحرين ونهني سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ونهني شعب البحرين كافة لما وصلت لها مملكة البحرين خلال 25 سنة لمضت في ضوء المسيرة التنمية الشاملة بقيادة جالة الملك المعظم والتنمية الحضارية والحضارة اللي وصلت لها مملكة البحرين خلال الفترة اللي مضت ونحن نفتخر طبعا لما نشوف المسيرة مملكة البحرين في التنمية المستدامة وين وصلت لها؟ المملكة كانت أحد الدول اللي استطاعت أن تنفذ الأهداف الأممية الإنمائية قبل موعدها المحدد ولما تم الإعلان عن أهداف التنمية المستدامة في عام 2015 مملكة البحرين تبنت هذه الأهداف ودمجتها ووائمتها من خلال خططها واستراتيجياتها وبرامجها سواء كانت للحكومة أو لغيرها ونشوف الله الحمد للإنجازات اللي تمت خلال الفترة الماضية في جميع مجالات التنمية المستدامة لما نتكلم عن التطور الاقتصادي والاستدامة النمو الاقتصادي لما نتكلم عن المجالات الاجتماعية وكذلك المجالات البيئية لما نشوف واقعنا حاليا وحنا دخلنا يمكن النصف الثاني من الفترة المحددة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة نشوف أن عملنا يكون على تسريع وطيرة العمل ومن أمرز الأمثلة يمكنهم موائمة برنامج الحكومة للأعوام 2023-2026 اللي جاب عنوان من التعافي إلى النمو المستدام ونشوف العديد من البرامج اللي تم تضمينها اللي تساهم في تسريع وطيرة العمل عشان نضمن الوصول إلى الأهداف في نهايتها يمكن مثال ثاني هي خطة التعافي الاقتصادي اللي وضعت خطة طريق عشان نشنون يتم تنمية الاقتصاد خلال المرحلة القادمة بالإضافة إلى الاستدامة المالية للموازنات الحكومية يمكن بعد المثال الثالث لازم نذكرها لأيوم هي من ناحية الناحية البيئية فنشوف جلات الملك المعظم خلال اجتماع آخر كوب في الإمارات العربية المتحدة ذكر أو أطلق خطة العمل الوطنية أو بلوبرنت بحرين لتعامل مع التحديات المناخية ووضع خطة حيث يكون عندنا نعرف شونه هو اللي لازم نسوي عشان نوصل إلى الحياد الكربوني بحلال عام 2060 إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر